يقول أنا يوم الجمعة أرسل أدعية مثلا أقول يا اللهم في يوم الجمعة أسألك أن تصلح لي شأني و شيء من هذا يقول هل تخصص الأدعية في يوم الجمعة يعني فيها شيء أذياب بارك الله فيك أولا يقول الله جل وعلا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من استطاع ينفع آخاه فلينفعل وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة ولذلك جميل أن المسلم يذكر أخوانه ينصح أخوانه ينبه أخوانه على بعض الأمور هذا يدخل ضمن دائرة التعاون على الخير لكن إني أجي أخصص يوم مثلا معين من بقية سائر الأيام لا هذا يعني محل نظر عند أهل العلم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهى أن تخصص ليلة الجمعة بقيام و نهار الجمعة بالصيام تخصيص معنى يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله عز وجل فأنت بارك الله فيك استمر على هذا الطريق لكن لا تجعله في يوم الجمعة فقط خلي يوم الخميس يوم الاثنين ذكر بالصيام يوم الخميس ذكر بالصيام مثلا ما في بأس على أن يعني لا تجعلها عادة مستمرة يعني بحيث خلاص والله ذياب معروف إذا ما أرسل اليوم الجمعة قال وين راح ذياب سلامات لا تنتبه لكن ما بين فترة و أخرى بارك الله فيك